نجح فريق الإغاثة الدولي الثاني التابع للهلال الأحمر المصري في تفعيل نقطة الخدمات الإنسانية في معبر بمتكا على الحدود الأوكرانية البولندية يأتي ذلك تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على عودة المواطنين المصريين العلقين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتأتي الخطوة عقب جهود وزارتين تضامن الاجتماعي والخارجية وكذلك التنصيق مع الصليب الأحمر البولندي والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر وتسهم نقطة الخدمات في تيسير تسلم الأوراق وتوفير خطوط الهاتف للإطمئنان على دويهم وكذلك توفير الخدمات اللوجستية المجانية من انتقالهم من المعبر وحتى مطار ورسو تمهيدا لعودتهم إلى البلاد